هلا حبايبي اليوم بسوي اليكم عجينة البكورة لانواع من البكورة خلنا نبدأ اول شي احتاج كوبين من طحين الحمص احتاج نصف ملعقة من الفلفل الاحمر نصف ملعقة شاي واحتاج نصف ملعقة شاي من الكركن ونصف ملعقة شاي من الملح ملعقة شاي من الملح ملعقة طعام ثوم وزنجبيل مطحون ربع ملعقة شاي من صوداء الطعام ملعقة صغيرة ملعقة طعام من الخميرة اذا ما حابين نضيفه خميرة عادي بس انا اخذها الحين نعجنه ما اريد العلينة وايد سائلة ولا اريدها وايد غليلة اوكي خلوني اعجنها وارويكم الطريقة وحبايبي هذا القوام اللي نبعه اوكي تشوفوا هذا القوام ما اريد سائل اكثر اوكي واذا بعدين حسيت انه تقيل ضيفوا ماي شوية عادي بس اللي انا ابعه هذا القوام اوكي وحين حبايبي نخليها نغطي عليها كالعادة ونخليها ساعتين في مكان دافئ وبعدين بشوفكم وانا بسوي بكورة بيض وبكورة طماط وبكورة شوية بصل وكذبرة وبعد ساعتين بعد ما خليت العجينة ساعتين اقليهم اول ببدي بالبيض والطماط وبعدين الكذبرة وخلاص بالعافية علينا وعليكم مثل ما شايفين الطماط البيض الكذبرة والبصل البطاط كلها من نفس العجينة وجربواها وخبروني